أمرت أنيابة العام بحبس 12 متهما لارتكابهم جرائم تموينية وقامت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام برصد ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين أو تخزينها أو حبسها عن التداول لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها وإذ اطلعت النيابة العام بدورها بشأن ما قدم إليها من محاضر في تلك الوقائع والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظا على استقرار السلع وتوافرها والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها حيث أمرت النيابة العامة بحبس 12 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات في 39 قضية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس كما حجزت النيابة العامة أربعة متهمين آخرين لحين استفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنصوبة إليهم وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين